بسم الله الرحمن الرحيم. الله سلام احراراتكم. لحظات افراج تم بارحل فيديو بتاع صفقات برشلونة الجديدة انا اتكلمت على استمرار رونو دو كومن لان استمرار رونو دو كومن مع الاسف ادارة برشلونة مجبرة نوعا عن النهية تضحي بالموسم الجديد مقابل ان احنا عايزين نجمع اموال علشان لما روح نجيب مدير فني كبير فنعمل مشروع. وده فعلا اللي بدأ يتقال ان والله ما عندناش بودلاء متاحين كويسين دو كومن في السوق. طب نستنى خمستاشر يوم لحد ما نشوف بيب جردولة هيعمل ايه في نهاية دور الابطال? لو كسب ممكن اللي بورتي يحاولو ان هو يكنعو ان هو يرجع برشلونة ان انت كده وصلت اتأخر الطريق ولفل الوحش مع السيتي فخلاص بقى يرجع عن كزنة هنا ببرشلونة. ده الكلام اللي بدأ يتصرب امبارح. ايه بقى الكلام اللي بدأ يتصرب النهاردة? جاء الوجي دون روما عقده خلص معميلا. امبارح في تسريبات كترة من النهاردة تقول لك دون روما بيتجه لبرشلونة. انا عن نفسي كمشجع برشلوني اتمنى ان دي تكون تسريبات عملها منو رايولان والراجل الوكيل بتاعه علشان خاطر يخلي سائره وعلشان خاطر يقول للاندية ان ده مرشح بقوة ان هو يكون مكان واحد من افضل حراس العالم حتى هو بلعب بروب واحدة ماركا اندريتو لشتجين. لانك ما تحويش تخنعني ان دي صفقة فعلا ببرشلونة ممكن يروح يعملها. تروح تفكر ان انت اتعاقد مع حانس مار مأفري وتفكر ان اكتبه واحد من افضل خمس حراس في العالم اللي يكون من افضل ثلاث حراس في العالم ماركا اندريتو لشتجين. الناس كتير بتقول لك مستاطى راجع. يا صديقي احنا بنعاني في خط الدفاع. مشكلتنا مش ماركا اندريتو لشتجين. هتقول لي لا ما احنا راح نجيبنا ايريجرسية. انت معتقد ان ايريجرسية ده هما الاتنان افضل منه بمراحل. فلما تقول لي ان انت راح تتجيب ده علشان خاطر يكون بديل بك او اه او لانجلي ايه? ساعتك الافضل منه مش عارفين ان هما يكونوا اساسيين مع انهم افضل من هذا الايريجرسية. فانت بتقول ايه? يعني مبدأ ايه? فكرة ان انت تقنعنا ان ايريجرسية ده هيجي لعب اساسي? لا احنا محتاجين نتكلم كتير مع بعض. بس المشكلة تقول لها ده تخطع عن كل ده. وتروح تتكلم معي على ان احنا محتاجين نفع الماركة اندارس الاشتجن. انت اعمل قلب ولا اعمل بصيرة ولا فيه. طبعا شودي قلب قدينا بالنسباله عامل ازاي? طبعا نختاراته العكسية. وادواره الهجومية. اه? فيه? لعيبة كتير اتستحق الرحيل وتستحق فكرة ان احنا نتكلم على رحيلها غير الكلام على ماركة اندارس الاشتجن. الكلام على ماركة اندارس الاشتجن هو مجرد كلام وضرب من المجانين بيحاول ان هما يعملوه. يا جماعة فكرة انك تتخلى عن ماركة اندارس الاشتجن. وتروح تجيب دوناروما فكرة فشلة بين ستين جازمة. ده انا مش متحمل فكرة فينالدو. تروح تجيب لك كمان دوناروما. ما كانت الاشتجن. ما تبطل يا جماعة الى حاجة يا جماعة. احنا كل ما بنتظل صورة في ام النادي ده بيطلع علينا صورة ضحكة. فيه يا جماعة? احنا مما ببطلوا تهريك بقى بيانتش هيجي هيفشع عندك. لانه مش قادر يمشي في سنة الاخيرة. فهيجي عندك. هو مش قادر. انت برضو جاي في هينالدو. وهيبقى عندك برضو مش قادر. وهيبقى صفقة فشلة بين ستين جازمة. تقرر ان انت لأ. اتخلى عن واحد من اعمالة الفريق. ونجوم الفريق اخر ثلاث سنين ماركة ديلة الاشتجن. واسيبه في المريكاتو. ويقول لك ايه? اصدورته مند عايز اشتري تيلة الاشتجن. دورته مند مين يا ابني? انت لو قررت انك تبيع هتلاقي فيه قان ديه كبيرة جدا بل انتكلم مع ماركة انتش تيجن. هتلاقي على الاقل. يوهينتوس. يوهينتوس ماركة نديرت تيجن يلعب ومغمت كده. يلعب اساسي في جد ومغمت. ما تقولهش. مش متخيلها فجرة ان احنا نتخلى عن ماركة نديرت اشتجن بصراحة يعني. لو انت شايف نديرت اشتجن عنده مشكلة. فقول ان تيجنل عنده مشكلة. وصيري في الكومنتات انت موافق على السوق الفشلة من سيدين كلب دي ولا لا؟ ده أنا مالح يا جورو بالحاف يا أولاد الجازمة هو ديباي هتجيبوا لي كمان دونرومة ده احنا كنا مش بالنفس على دورة يا دورة احنا كنا بنفس على الدحك والله حافظ الله انا عمل وكيل فيكم يا أولاد اللذين اذا كنا فهمين الزهب يجي يرجع الانجازات والاندادات جاي بيقول لك هفوض جوردولة بعد ما يخلص نهاية دور الأبطال الواحد ما خلص نهاية دور الأبطال ايه الفريق؟ ويطلع من فضاح يا دور الأبطال ربنا نسطر ربنا نسطر من كترة العكل اللي حي بيشوفه ده احنا خلاص الله بدأنا نتعب بجد الله بدأنا نتعب وبدأنا نرهق جدا والله من كترة يبيحصل عندنا ده لا عم كربي يجي يعمل الله إكلام احنا ما عجبكش فعادي احنا مش بالنسبة وشانا ما فيش حاجات كتيرة هو بتاعكبنا بس من عادي